فيديو النهاردة من مزرعة ابو عيد العليوي من مزارع الوفرة في الكويت تواصلت مع الاخ ابو عيد على واتساب كنت عايز منه حمام تاكسن وطلبت منه تصوير الحمام وكنت عايز اعرف الاسعار وازاي طريقة الشحن المصر اي الراجل ما اتأخرش وبعت لي عدة فيديوهات عدة مقاطر قصيرة طبعا انا بجمعهم دلوقتي اللي حضرتك هتشوفهم دلوقتي دول طبعا ده الحمام التاكسن اللي انا كنت باسأله عليه اللي هو في بداية الفيديو ده وطبعا وزان لي الزغليل اللي هي حمام الوزان ووزان لي الزغليل لابناء الحمام اللاحم البيور اللي هو بختم الشركة الفرنسية وسألته قال ان هو مش بيبياي الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية لكن اتكلمنا في كل حاجة وتكلمنا في طريقة الشحن دلوقتي هعرفك ازاي في الفيديو ده تجيب الحمام من الكويت بنفسك من الاخ محمد العليوي او ابو عيد العليوي زي ما هو بيسمي نفسه في مزارع الوفرة في الكويت سألته عن اللحم المطور انا عرف ان هو اللي بيهجن اللحم او بيطوره يعني زي ما هما بيقولهم قال ان وزن الزغلي لعمر 24 يوم من 900 جرام الى 1150 جرام قلت له لو جالك مصريين عايزين يشتروا حمام قلت له عايز تخفضات للمصريين الراجل ما تأخرش قال اللي هما عايزينه قال اللي عايز حاجة يكلمني ابشر اللي هو عايزه يعني ما فيش مانع ان هو يعمل تخفضات قلت له انا هقول انك هتعمل تخفضات للمصريين مثلا سعر جوز لحم بختم الشركة الفرنسية كامية رد برسالة صوتية قال انه مش بيبيع الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية وانه بيبيع من زي غليله قال سعر زي غليل اللحم المطور ببيعه بخمسين دينار وستين دينار وهبيعه لأهل مصر ومخاصة لمشتركين القناة تلاتين دينار بس لأهل مصر بس والتاكسين بيبيعه بستين وسبعين دينار الزغلولين اول جوز الشغال هيبيعه بعشرين دينار بس لأهل مصر ومشترك القناة ده لأهل مصر بس ومشتركين القناة فقط وقال اللاحم الفرنسي الطايجر الزغللين بعشر دينار فقط برضو لأهل مصر فقط واكد علي مرة تانية انه مش بيبيع الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية الحمام بختم الشركة الفرنسية ليس للبيع لكن بيبيع زغللهم بتلاتين دينار ويؤكد ان ده سعر خاص للمصريين فقط والمشتركي القناة خاصة وقال انك لو هتشتري منه الحمام ده في الكويت هيبالك بسعر اعلى من كده سألته عندك طريقة لشحن الحمام لمصر قال ان صاحبه وعنده شركة لشحن الحمام بايزا كده اتحلت المشكلة الشحن لكن تكاليف الشحن عالي يا جماعة هو ساب لرسالة صوتية قال ان الطائر الواحد او الحمامة الواحدة يعني بتتكلف شحن من 700 الى 750 جنيه مصري استأذنت منه ان هنحط رقم موبايله اللي عايز حاجة يكلمه واتس ويتواصل معاه يتفق معاه على سعر الحمام اللي هو عايزه يحول له الفلوس وهو هيتكفل بكل شيء بما فيها شحن الحمام لمصر سألته عن مواعيد الشحن المصر بتفتح امتى لان هي لها مواعيد معينة في السنة قال انها تفتح في نهاية شهر خمسة يعني قربت جدا جدا اللي عايز حاجة يلحق يتصل بالاخ ابو عيد يتفق معاه على الشحن امتى سعر الحمام كام وربنا يوفقكم انا عايزكم تملوم مصر بالحمام اللحم الاوزان التقيلة الموجودة في الكويت سألته مرة تانية عن سعر الحمام قلت له يعني الجوز الاحمر في ابيض سعره كم دينار قال لكم اهل مصر 20 دينار شغال و10 دينار الزغلولين بدون ختم واكد لي ان الحمام اللي بختم الشركة ليس للبيع سألته عن حمام الوزان ليه تسمى حمام الوزان قال ان فيه شخص اللي هو اول واحد جاب الحمام الوزان ده استورده اه اتسمى باسمه اتسمى حمام الوزان يعني هو شخص من عائلة الوزان سألته ايه الوان حمام الوزان قال لي كل الالوان الحمام الوزان جميع الالوان اكدت عليه ان انا هقول انك هتعمل خصومات للمصريين خاصة مشتركين القناة اللي يخذ راحتك هنا رقم موبايله للاتصال 0096599466134 لو انت وصلت معنا للجزء ده من الفيديو بقى لازم تعمل لايك وتشترك في القناة يبقى عجبك الفيديو ولازم تشترك في القناة اللي انا شفته هنا في الحمام ان مش لازم لون الحمام يا جماعة زي ما احنا متمسكين المهم هنا في الحمام اللحم وزن الحمامة حجم الحمامة صحة الحمامة اما حكاية الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية اللي الناس كلها لما شافت الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية اللي عند الاستاذ احمد بركات واللي شافوه عند الاخ حسين من الكويت الناس كلها عايزة الحمام بختم الشركة شفت بان شاء الله وزن الزغلول وزن الزغلول كيلو ده اللي بيهمهم هناك مش مهم اللون. ده اللي بتقال عليها الطايجر. آآ سعره رخيص. ارخص حاجة في الحمام لكن وزنه تقيل جدا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. لكن الحمام اللي بختم الشركة غالي جدا يا جماعة احنا مش هنقدر على تمنه. شوف هنا وزن الزغلول وشوف حجم الزغليل قد ايه. بسم الله ما شاء الله الزغلول ما تقدرش تمسكه بيد واحدة. الزغلول عايز يتنسك بالقتين. ما شاء الله هنا مش مهم اللون. هنا في زغلول ابيض. في زغلول ابيض وسود. آآ الالوان ما بتهمهمش. وده اللي اهو شوفت بسم الله ما شاء الله الزغلول في ايد الراجل عامل ازاي? ده اللي الشركة الفرنسية بتعمله يا جماعة. ان هي بتطلع سلالة بحجم كبير. آآ سلالة للآآ للدبيح. فعايز يطلع اكبر حجم. عايز يخلي الزغلول قد الفرخة. هو ده اللي الشركة الفرنسية بتسعى له. اما احنا هنا في مصر بندور على المواصفات الشكلية. ان يكون لونه ابيض لو فيه ريشة او فيه غبارة بسيطة خالص. يقول لك لا ده مش لحم بيور يا جماعة. المهم في اللاحم الحجم. ده اللي انا عرفته من الجماعة الكويتين. شوف بسم الله ما شاء الله يزغلول في ايد الراجل. ما شاء الله. ده هو ده الزغليل. هي دي الحاجة اللي تفرح. اما ان انت تقول لي فيها ريشة سودة فيها اهو. شايفين زي ما حضرقته شايفين? ابيض في سود. يبقى هنا المهم هو الحجم. الحجم والوزن. ده اللي يهمهم زي ما حضرتك شايف. اهو. ده الزغلول اللي هو بيقولها ليه الطيجر. معد الكيلو باسم الله ما شاء الله. وقبل كده مورني زغليل آآ وزنها كان زغلول كيلو مية وخمسين جرام. الف مية وخمسين جرام. ما تنسانيش بقى يا اخها بعيد. انا عايز من الجوز من الحمام التاكسن اللي انا شايفه ده على قد فلوسي يعني. الجوز من اللي هو اللاحم اللي هو الابيض في الاحمر. آآ عايز حاجة محترمة احجام كويسة. آآ هحول لك آآ فلوس الحمام. آآ وفلوس الشحن على حسب ما اتفق يعني. او حسب على الشحن هنا في مصر على حسب الاتفاق. اللي هنقول عليه. آآ واشكرك جدا على المقاطع اللي بعدتها لي. آآ وارجو انها تعجب المشاهدين. بكده اكون خلصت فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير. اشتركوا في القناة.